اجتمع سعادة الدكتور عبداللطيف بالراشد الزياني وزير الخارجية في واشنطن مع سعادة السيد فريديرك دافي نائب رئيس اللجنة الامريكية لحرية الديانات في العالم وتم خلال الاجتماع بحث اوجه التعاون المشترك بين وزارة الخارجية واللجنة الامريكية في مجال تكريس حرية الديانات في العالم والاستفادة من قدرات البلدين الصديقين في تعزيز القيام والمبادئ التي تدعو اليها الديانات والمعتقدات وتكريس التسامح والتعايش الانساني من اجل خير وصالح البشرية كما تم بحث فرص تعزيز التعاون الثنائي في مجال الحريات الدينية بما يحقق التطلعات والمصالح المشتركة ويسهم في نبد الطائفية والتعصب والكراهية وتعميق قيم المحبة والإخاء بين الشعوب هذا وحضر الاجتماع الشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة سفير مملكة البحرين في واشنطن وسعادة السفير الشيخ عبدالله بن علي آل خليفة رئيس قطاع شؤون الامريكيتين والوفد المرافق لوزير الخارجية